ومنازمة الصفقات ياه يا قطوة الله النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا اتنين أسست منهم واحد هايل جدا للهدف التاني الصفقة تبدو من الوهلة الأولى صفقة نجحة للنادي الأهلي دي فايدة انك تجيب لعيب بروفين تجيب لعيب دولي تجيب لعيب عنده قدرات وخبرات وتمرس كبير جدا مرسل كله ركسب الرهام ولا أخفيك سرا كان التوجه داخل النادي الأهلي كلجنة للتعاقد مع جمال الشماخ ومش بقول ده دلوقتي احنا قبل كده لكن بعيده في حينه يعني كان التوجه نظرا لصغر سن جمال الشماخ الموقف بتعالي معلول انه يبتري ياخد في الشهرين الأولانين وبعدين علي يكمل الموسم والرجل يستلم منه كان عنده موجهة نظر ما لكن مرسل كله ركسب مرسل كله ركسب في كله مع ده مودس تحط على جنب ركسب في كله كل صفقات وبالمناسبة مفيش لاعب عشان في جملة كده كليشي غريب بسمعه انه في لعيبة بتدخل نادي الأهلي بيجيبوها رغما عن المدير الفني فيش الكلام ده مع الرجل ده فيش الكلام ده خالص اي لاعب بييجي بعد موفقة المدير الفني مفيش لاعب بيرحل الا بعد موفقة المدير الفني لازم ياخدوا موفقة المدير الفني في الحالتين عشان بس ما يبقاش في الكويس بننسيب له الرجل شوف العمالة بقولك هو يكسب لكن مجلس دهرة ماشي بالتوازي مع فكر الرجل وبالتنسيق الكامل معه حتى فكرة تأجيل الصفقة الخامسة ليه يناير بالتوافق مع الرجل وتاني اتكلمنا اوفقرة كريم في القصة من ثلاثة أسابيع قلت لك هم هينتظروا يشوفوا الرجل هيقول انا عايز النقصة هصلي في الشهرين دول في جناحه ولا مهاجم وهيكرر وساعتها الأهله يجيب اللي الرجل هيقول ده فيما يخص مرس الكور نرجع بقى ليه حياتي قطو الله فهو كسب الرهان الرجل كسب الرهان والرهانه ما كانش صعب كان الرهان سهل بتتكلم على لعيب نموذج لعيب النهاردة الناس اتكلمت في المباراة الأولى أصل علي معلول أصل الأدوار الهجومية تعالى أوريك علشان خطر نروح للرجل عمل الرجل ده لعب النهاردة ظهير أيصر على الخط بأدوار دفاعية ممتازة وقطع للكرات ممتاز الرجل ده لعب وينج باك طاير طول الوقت ونجيب لك أول لقطة لقطة قطع الكرة وركز معايا قوي في الهجمة دي لأن الهجمة دي بعد شوية هنروح للجول الأول للجول الثاني بتاع النادي الأهلي ووريك إن هي نفس اللعبة بص آخر العيبة على الخط بيلعب باكليفت طبيعي كلاسيكي بيدافع هناك قالص أعلى الصورة عند اللاين زي ما أنا وإيه حياتيات الله كمل اللعبة هوات الفريم اللي بعد الرجل هنا اشتغل في وسط الملعب هيسند الأولانية وهيكمل يلا روح آي دي الباص الأولانية اللعبة من الحركة ركز على حاجتين وأجيبهم لك في كل اللي جاي باص وحركة اتنين التحرك العمودي الحركة ما بين الخطوط كل ده كل ده هيبالك في هجمة واحدة بص رجل فين وقف هنا وقف هنا عشان الكرة ده تتكلم مرة اتنين وتلاتة يحياتيات الله هو اللعيب اللي هو نفس الخط مع وصامة أبو علي يحياتيات الله الباكليفت بتاع النادي الأهلي الناس كاب بتقول هو مش عارف يعمل الأدوار الهجمية بتاعت علي معلول نفس الخط بتاع وصامة أبو علي مهاجم تاني كمل كمل الراجل راح كمل هات الفريم اللي بعده على طول الراجل راح كمل رايح هو أول لعيد في الخط الأمام للنادي الأهلي وبعدها هيلعب الكرة وصامة أبو علي هيلعب الكرة مش هلحق هتجي في الحرس وبعدين الحاكم هيحسب فاول اللي بعده هات اللعبة اللي بعدها على طول لعبة الهدف هتلي لعبة الهدف قبل ماشي 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 بصك لا أنا عايزي الهدف التاني أنا عايزي الهدف التاني مش دي ماشي هتقول هتبديل تمام معاك ولا مش عايزها دي لا ما هي أصلي يعني دي دي هقولها في حاجة تاني لو ترى هتجيب لعبة الهدف التاني بس خليني أكمل على دي لحد ما أتحضر التاني اللعبة دي يا كريم انت بتتكلم على العيد عنده القدرة أنه يعمل حاجة مميزة جداً. بيقدر يعمل الكرة سورف الداخل اللي الداخل جوه الملعب. زي الكرة دي بالزبط اللي عملها في كرة الهدف لرامي ربيعة. وبيعرف يعمل السورف من ناحيته الناحية الشمال تطلع برا عكس الحارس. فالعيبة عنده القدرة انه بيعمل النوعين. مش كل الأظهرة بتاعرف تعمل النوعين. هو عنده القدرة انه يعمل الاولانية بدقة. السورف اللي داخل. دي ميزة مهمة لان نقدر استخدمه احيانا في بعض الاعلعاب. وبعض الكرات السابتة ان يلعب كجنح عكسي ناحية اليمين في الكرة. راس مال الكرة دي كانت الدقة عملها ايه يا حياطية طلاب والجملة المتحفزة اللي اعمالها كلها في المبران اللي فياتت فالمبران اللي قبلها بنفس الشكل. يلا. بص سأبقا الكرة اللي بعدين اقولت لك ايه يا حياطية طلاب بيع مكانهم فلين? بص كريم. ارجع تاني معلش الفريم اللي قبله على طول. الفريم اللي قابله. ايو بص يا كريم الكرة دي طلع من مين? من الشناوي. يعني لسه ببقى هجمة. يلا. مش هات اللي بعده? بص. ان حادي بيرسي تاو. مين اللي عيب اللي قصاده ناحا تاني يا كريم ده? يا هاته. هات الفريم اللي بعده. عشان الكرة تبقى كلوسة. كمان. كمان. عشان دي بقى القرب على وشه بس. مين اللي لعيب اللي داخل في الاتحان ده يا كريم في الكرة الهوقية اللي طلع ببدايتها حارس المرمى. انا بتكلمك عن طرعة الخروج من مكانه الطبيعي في الباكليفت انه يتحول يبقى مهاجن تاني. سواء مرة مع وعاو سواء ابو علي ومرة مع بيرسي تاو. هات اللي بعده. اللي بعده. كمان. بص هنا. بص وقف هنا قبل ما اتحرك. بص هنا. بص الرجل تلع يعمل من ايه يا كريم? اهو اخر. اه اه يحياني هتوط الله هو اخر لعيب تحت في الصورة. اسفل الصورة. على الخط ناحية الشمال. لعيب هنا بتكلم على زهي الخط. ماشي. فاتح الخط تماما. كمل كمان. بص عبالما الكرة بتتعمل وراجل فتح لسبرينت وروح. كمان كم. كم. خد المكان. روح لفريم اللي بعده كمان. 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 بس وقف هنا. دي كرة الجو. ارجع 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 فريم تاني معلش. ارجع فريم تاني معلش. فريم واحد. ارجع تاني. فريم واحد. ماشي خلاصني. ماشي يا كده يا جمي. طيب. قبل ما اتحرك. احنا انا جبت لك قلت لك اوقف معي فين. هو واقف تحت ظاهير ايصر في مكانه الطبيعي على الخط. راح داخل عمل الرن وداخل انتسايت فين. في المكان اللي جيري فيه في الكرة بتاعت اللي عملها بالعرض لوسان. ما بين الظاهير الايمن وقلب الدفاع ناحية اليمين. مين اللي فتح الخط مكانه. الناس اللي كان بتكلم عن سينك والتناغم. اللي ما بين حسين وعلي وامام. كان طبيعي. الناس لعبت مع بعض فترات كبيرة بالذات علي وحسين. اتكلم عن الراجل ده تاني مباراة ليه. الراجل دخل عامل سينك. حسين فتح الملعب ناحية الشمال. والراجل دخل من اقصى الخط ناحية الشمال. دخل في المسافة. روح روح بعدها على طول كمان. كمان. واحدة كمان. راجل زابط التسلل. رايح في المكان الصح. هيروح انفراد. كان عنده اثار عظيم جدا بدل ما هو يحطه ويسجل هدف الاول مع النادي الاهلي. بيحط الكرة لو سام شبيهة باول كرة في المباراة. والجملة اللي كانت متحفزة. اللي حفزها يحيا يا طيات الله. كمل. كمل واحنا. واحنا مكمل ما توقفش بقى خلاص. الحالات كمان للدفاعية. والادور الدفاعية اللي عملها يحيا. يحيا نارد قطع الكرة خمس مرات في التلت الاول للنادي الاهلي. يحيا جابته ولم تختاره غير مرة واحدة خلال التسعين دقيقة. رغم ان انا وريتك مكان التواجد فيه في الهجمات. فهو راجل بيقدر يعمل كل النمازج اللي عايزة كولر في اللعيب البلع في مركز الظهير. واهمها الجري العمودي مع التنصيق والجري في انصاف المساحات. فانا بقول لك انه النهار ده. انا دايما عندي جملة شهيرة اقول لك انا منتظر على اي لعب عشان احكم عليه انه كويس ولا لأ من 8 ل 10 ما تشاط. لأ هو الراجل ده خلاني احكم عليه زي يسام. زي يسام ابو علي من تاني مباراة. ومرة فاتل كاملتان. شراحة ويحيا اعطيت الله يتحكم عليه من قبل ما يجيه اصلا.